ونزلنا من السماء ماء مباركة والتقسيم على ضعيف النفس فأنبتنا به جنات وحب الحصيد وكلمة الحصيد آية رأس آية أو فاصلة باتفاق رقم 9 إوعة تنسى وتبدأ ممكن مش ممكن آه معاهم احنا وقفنا هتبدأ والنخل باسقات ممكن تقف هنا وخلي بالك انها بالسين تبدأ لها طلع النضيد وتقف هنا رأس آية اتفاقا رزقا للعباد تقف بإمكانك وأحيينا به بلدة ميتاء هنا الوقف ورجح الطاهر أن الوقف هنا أولى لأن كذلك الخروج اعتراض بين ذلك وبذلك وتلخيص لما سبق من كلام وتبدأ كذلك وتقف الخروج ودي رأس آية اتفاقا يبقى أنت كنت تعرف أواخر الكلمات في كل آية اللي هي بن قسين فاكر رؤوس الآية أو ما تسمى الفاصلة ورؤوس الآية في هذه السورة متفق عليها ليس فيها خلاف زي سورة ايه خدناها قبل كده الذاريات الله يفتح عليك وتبدأ وعاد وفرعون وإخوان لوط وتقف ودفاصل رأس آية وتبدأ وأصحاب الأيكة وقوم تبع وتؤفهن وتبدأ كل كذب الرسل فحق وعيد وتقلق للدال لأن الدال هي آخر حرف في كلمة وعيد في هذه الرواية كده خدنا الوقف والابتداء خدنا رؤوس الآية والوقوف التي يمكن أن نقف عليها وهي جائزة طيب هناخد ايه تاني هناخد معانا المد وكلمات معينة بالضبط المعين يلا كده مع الغنى ونزلنا من السماء ما أم مباركا الجملة الأولى في معايا كم غنى اسمعك يا تاني ونزلنا من السماء ما أم مباركا ادي كده أول غنى وهتمد في كلمة السماء وهتمد في كلمة ما أربعة والاسم في الاثنين مد متصل وخلي بالك أنا مش هلأخبطك بالوقف على السماء أو بالوقف على ماء مش هلأخبطك بالإيه بالحكم بين الاثنين المختلف وقفا لا أنا هتكلم على إنك هتصل لأن الضعيف ممكن يلتبس على الأمر لكن إن كان هناك وقت سأوضح لك عمليا الفرق بينهما في الوقف يبقى أنا باتكلم في كلمة السماء وفي كلمة ما على الوسط لا على الوقف فانتبه وهتبدأ ايه تاني فأنبتنا به جنات وحب الحصيد عد معاك مغنى فأنبتنا أدي واحد والاسم هنا إيه إقلاب أحسنت به جنات أدي التانية في الجملة الثانية والاسم إيه نون مشددة جنات ممتاز يعني بين كلمتين الاسم إيه إدغم بغنى وحب الحصيد وخدت بالك مدال والقلقلة وخدت بالك ملحاء والصاد الحاء ترقب إصفت تفخم أدي كده الآية الأولى أسمناها وعرفنا هنمد فين وهنغن فيه الآية الثانية شوف الجملة الأولى فيها حينما نقف معاك مغنى والنخل باسقات في جغل غنى واحدة فقط لا غير والنخل وأخل بل من إيه إلا من المدغمة والخاء المفخمة والسين في باسقات لا تتحول إلى صاد واضح الكلام ابدأ معايا الجملة الثانية في الآية الثانية لها طلع نضيد فين الغنى اللي معايا طلع نضيد الحكم ادغم بغنى أحسنت وأخلي بالي من إيه من الضاد والدال نضيد الضاد صوتها واضح بعد كده يا مادية بعد كده الدال عند الوقف تقلقل وخلي بالك من الخاء والطاء والضاد الحروف المفخمة ممتاز الآية الثالثة الجملة الأولى فيها إيه رزق للعباد لاحظت أني مفيش معايا جنى فيها مفيش غنى رزقا للعباد واضح؟ والدال تقلقا وهتبدأ الجملة الثانية وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتَا لاحظ معايا في الجملة دي الغنى فين؟ بَلْدَةً مَيْتَا وأخلي بالي من كلمة أَحْيَيْنَا كمان مرة وَأَحْيَيْنَا النطق كده وَأَحْيَيْنَا يا مفتوحة بعدها يا ساكنة خلي بالك وَبَلْدَةً مَا هذه الغنى وكلمة مَيْتَا التشديد اللي على الميم لأجل إدغام عشان ما يلتبسش عليك وتخلط رواية برواية وتقول بَلْدَةً مَيْتَا هي صح بس مش في الرواية دي هذه الرواية مَيْتَا فخلي بالك يبقى هتمطأ إزاي بَلْدَةً مَيْتَا مش شيخ يا بلدة دي مش مؤنث وميتة مذكر ممكن تصبر شوية نكمل وبعدين نرجع للكلام ده امش بس معنا واحدة واحدة خلاص طيب هنكمل إيه كذلك الخروج شو معنى هنا قلت الخروج واللي فات خلي بالك إذا أردت أن تصل وخلي بالك لو أردت أن تقف لأن المحل في هذه الكلمة موضع التباس فخلي بالك يبقى الجيم عندي إيه مضمومة هتقف هتسكن هتقلقل وخلي بالك من صوت الجيم الخروج هكذا طيب ابدأ الآية اللي بعديها كذبت قبلهم قوم نوحي وأصحاب وأصحاب الرس وثمود هذه الآية ليس معنى فيها إلا غنى واحدة وصلا وأردت أن أصل عشابين لك مكانها فين خلاص ولو وقفت على كلمة نوح أصبح مفيش عندي غنى هتبدأ وأصحاب الرس وثمود يبقى هذه الآية ليس فيها إلا غنى واحدة على الوصل ونظرا لإني مفيش فيها التباس قلتلك الحكمين وأخلي بالي من كلمة الرس وثمود الرأي المشددة والسين وبعد السين المشددة ووفثاء فما تخلطش وانت بتقرأ مع السرعة بين السين وبين الثاء الآية التي تليها وعاد وفرعون وإخوان الوط فين الغنى وعاد وفرعون الحكم سبق يا عم الشيخ طب أسمع بس اسمه إيه تاني عشان سبق دي انت كده حفظت كلمة سبق لا أنا عايزك تحفظ اسم الحكم اسمه إيه اتغم بغن أحسنت أي وكد ما اسمعش منك سبق تاني ماشي الكلام خلاص وعاد وفرعون يبقى أنا هنبه هنا على تفخيم الرأو ولا ترقيقها انت نطأت إيه وفرعون أيوة الرأ ترقق قولا واحدة إياك أن تفخم هذه الرأو ليه مش وقت تكمل بس الأول نطر وفرعون وإخوانه لوط ليه انت بتقول لي ما تتكلفش شمعنا في اللام دي عملت لي لوط وعملت كده لا ده من باب التعليم لكن عايز لما اسمع منك القراءة تقرأها كده وعاد وفرعون وإخوان الوط بكل بساطة يبقى مقام التعليم إن تكلف فيه المعلم في حرف ما أو كلمة ما لا يكون هذا التكلف إنما هو تكلف لبيان محل النطق في الكلمة وإنت لا تخلق رأس لسه آخر آية وأصحاب الأيكة الأيكة وقوم تبع أنت ما قلت ليش ده هنا وقف لا ده نقصت أن أقف عشان أعلمك لما تقف هتقول كده وأصحاب الأيكة ولو هتبدأ بيها الأيكة وقوم تبع هي فيها خلاف لا ده الكل كل القراء في هذا الموطين ينطقون بألف ولام فخلي بالك وأصحاب الأيكة وقوم تبع لا 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 يا عم مش يقل بالك وقوم آه شفت عشان ما بصتش وغلطت في التشكيل وعطفت قوم على الأيكة لا 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 قوم غير الأيكة وقوم تبع إنما أصحاب الأيكة وقوم تبع يبقى خلي بالي الأيكة عند الابتداء بألف ولام وقالف ولام اتفاق والتأ فيها مكسورة قولا واحدة قوم مرفوع قولا واحدة فخلي بالك من ده كويس قوي ولما تقف على قوم قوم تبع يبقى البقى عندي مشددة والتأ مضمومة والعين ساكنة أصل الكلمة ممكن تقراها شيء تاني لا اسمع النطق السليم تاني تبع كده ده لو قفت هتوصل تبع كل بس احنا نقف تبع يبقى كيف تقف على هذه الكلمة تبع النطق السليم ايه تبع شوف عدتها مرة اثنين ثلاثة لبياني أن الباء مشددا ابدأ آخر جملة كل كذب الرسل لاحصت في غنان معايا في اللي فات وأصحاب الأيكة وقوم تبع في هغنان لا لكن أخلي بالي من التفخيم والترقيق طيب كل كذب الرسل فحق وعيد فين الغنان كل كذب اوعى تقول لي سبق الحكم ايه ده ها اخفاء حقيقي احسنت لوقوع الكافي بعد التنوين جميل كل كذب الرسل الرسل فحق فحق وعيد في غنان تاني مفيش يبقى خلي بالي فحق هنا ده فعل مش اسم خلي باله فحق وعيد الدل ساكن الأجل وقف الكسر دي تدل عالياء المحذوفة في هذه الرواية بل ننتبه لقلقلة الدال والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر